اشتركوا في القناة انا من الناس اللي كانوا متفائلين جدا جدا بالمتخب في اول مباراة هتقول لي ما حصل لازم يبقى فيه يعني تناغم ووحدة ووحدة والدنيا تمشي ماشي بس يديني اي حاجة كده ايجابية تقول لي ها يا مساهل احنا منتحرك اهو يعني هنطلع لقدام شوية اهو هنتطور شوية على مستوى الاداء اهو لا مفيش خالص يعني صراحة هل ده معنا ان احنا منسالتش المنتخب ومندعموش خالص والله ابدا هنفضل انسانين بندعم المنتخب وانسانين الكابتن اهب جلال بجهاز المعاون ويعني كل الدعم ليهم والله لكن انا مش عارف مستغرب وانا بتكلم انه يعني واحد من الجمهور ممكن اكون فنيا مش ضليع قوي في الجانب الفني مثلا او ممكن اكون في ناس تفهم في الكورة اكتر مني كجانب تحليلي يعني لكن في نفس الوقت انا كان واحد من الجماهير بقى ودي الغالبية العظمة احنا ملقناش اي شكل للمنتخب ملقناش اي طريقة لعب تقدر ان انت من خلالها تقول لا المنتخب ده يجي منه لا بالمنظر ده ما يجيش مننا خلص يعني خلص طب ايه المطلوب؟ لا مطلوب شغل كبير جدا وعمل شاق جدا من الجهاز الفني البارحة تتأخرت او بصراحة وردوا من ضمن الحاجات السلبية دقاء الحمد لله كسبنا الحمد لله تلات نقاط مهمة بس هنفسي نخلص من الفترة اللي هي بتاعت ايه المهم ان احنا كسبنا خلاص با عايزين نعدي النرحلة دي بقى ماشي ممكن تكسب صعوبة بس ادائك يكون مقبول ادائك يكون مقبول ما يكونش اصلا ما فيش اداء او يكونش اصلا ما عندكش فرص في الماتش كله وكمان ما متروحش عالجول كرة كرتين واحدة ممرموش في اول تلات دقائق على مش عاف كرة صلاح اللي منفول في اول الشوت التاني بعد كرة كرة مصطفى محمد اللي جات جول بس عايز احاول افتكر اي فرصة اي فرصة للمنتخب تكون فرصة يعني جون هتخش وما فيش توفيق لا مفيش ما جلناش فرص مؤثرة خالص خالص يعني مبارح ده بسبب ايه مش قادر احدد بصراحة عشان ما كنش بقى بقى بقل في اي كلام انا مش قادر احدد السبب لكن محتاجين ان احنا نشوف حلول لما صلاح يكون ممسوق كمنتخب باسم كبير زي مصر صلاح مبارح طبعا رقابة عليه كبيرة جدا وفي نفس الوقت عرفنا ان هو كان عنده اصابة يعني اصر ان يشارك ويلعبوا دي حاجة يعني تحسب لصلاحه وتحسب عليه يعني تحسب لي ان هو حريص جدا عن شاركة منتخب مصر وتحسب عليه ان هو كان لازم يخاف على نفسه برضو من الاصابة يعني لان انت اسمي كبير برضو واحنا محتاجينك دايما في جهازيتك التامة لكن في كل الاحوال لازم نشوف حلول لمنتخبنا تريس جي برضو لما غاب انبارح فقط مفتاح مهم جدا بسبب الشد اللي جاله في عاملات الاحمق قبل المباراة مش لاقي اي حاجة ايجابية بصراحة غير نتيجة الحمد لله كسبنا برضو تصراحات الكابتن ايهاب جلاله متزنة شوية بعد المباراة دي برضو من ضمن اعتبارها من ضمن الايجابيات لكن نفسنا يا جماعة نحس ان احنا عندنا منتخب مصر هتقول لي لازم محتاجين وقت طبعا محتاجين وقت مطافق جدا مطافق جدا بس حسسونا يا جماعة ان احنا جايين في السكة حسسونا يا جماعة ان احنا عندنا شخصية في الملعب منتخب جنيه بالمناسبة هو منافس المباشر ليك في المجموعة مقدر كده جدا لكن شخصية المنتخب في الملعب اللي احنا كنا دايما كده بنتفرج عليها واني بقى مطمينين المنتخب ده عنده شخصية وبالمناسبة جزء من الشخصية دي ظهر مع كيروش بصراحة ما شفناش انبارح الجانب ده الشخصية اللي في الملعب ما شفناش ففي كل احوال نتمنى ان الافضل يكون اللي جاي بالنسبة لمنتخب مصر ما يكونش الاسوأ مع كامل التأكيد على الدعم والمساندة لكابتن اهاب جلال ولجهاز المعاون اشتركوا في القناة